موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اهل المدينة نناقش فيه قضايا المدينة ونتحدث عن حكاياتها ونطرق ابواب المبدعين فيها فاهلا ومرحبا بكم تابعونا تشاهدون في هذه الحلقة منطقة صلاح الدين الجغرافية التي حولتها بريطانيا الى محمية عسكرية والبطالة الجامعية كابوس يؤرق اليمنيين فيض الكثير المخبر الذي اصبح مخترعا مشاهدين الكرام كما عودناكم في اولى فقراتنا مجموعة من الفعاليات والانشطة في جولة اخبارية سريعة تسلمت ادارة شرطة السير في العاصمة المؤقتة عدن من دولة الامارات الشقيقة اثنى عشر دراجة نارية في اطار دعمها المتواصل للمؤسسة الامنية والمرافق الحكومية في المناطق المحررة من ميليشيا الانقلابيين واشادت شرطة السير بالدعم الاماراتي الذي قالت انه مكنها من اداء مهامها الامنية بشكل ايجابي وتحسن منحوظ وفي مدينة كريتر دشنت فعاليات مهرجان الصيف صير الاول والذي يهدف الى ابراز تاريخ مدينة عدن ومعالمها السياحية المهرجان ووفقا للقائمين عليه يعد رسالة بان عدن قد استعادت حياتها الطبيعية وتعافت من جروح الحرب وفي منطقة صير ايضا عقدت دورة تدريبية خاصة بدعم سبل العيش للصيادين وكيفية زيادة الدخل المشروع استهدفه على مدى خمسة ايام جمعيتين صيادي خليج عدن وفقم النسائية ومشاركة للمرأة بنسبة 40% من ضمن 965 متدربا باتت الوظيفة مجرد حلم لشباب الجامعة والخدمة المدنية شكليات لنحدث انفسنا اللهم سجلت اللهم فشهدت في ورشة الامنيوم بالشيخ عثمان انتهى الحال بتوفيق الصبيحي الذي تخرج قبل عشرة اعوام من كلية التربية البدنية في جامعة عدن توفيق كغيره من الاف اليمنيين اجبرتهم ظروف الحياة القاسية عن التخلي على مؤهلاتهم الجامعية وممارسات اعمال الشاقة بشريط السوق لا وفقا للتخصص ناخريت جامعة انتقل الى جامعة ثانية وهذه الورشة الامنيوم عيل 12 فرد في البيت ولهذا اضطرت ان اعمل في هذه الورشة وما قد يبدو شاقا في نظر توفيق يبدو هينا بالنسبة لخريجين اخرين ضاقت بهم سبل العيش في بلد يصنف عربيا وعالميا ضمن الدول الاكثر فقرا وبطالة وامبية بعدما يتخرج من الجامعة يتخرج لبحث عن عمل في احد المحلات التجارية لا يوجد توظيف لا يوجد استيعاب للخريجين من الجامعات اصبح الطالب الجامعي الوظائف الحكومية اصبح بالحلم عنده صعب جدا لم تعد اسواق العمل قادرة على استيعاب المخرجات الجامعية المتزايدة فاغلب التخصصات الدراسية عفى عنها الزمن ولم تعد سوى مؤسسات مصدرة للبطالة كما ان سياسة التوظيف التي انتهجها نظام المخلوع صالح ساهمت الى حد كبير في تضخم مشكلة البطالة الجامعية التي باتت اشبه بقنبلة موقوتة تهدد الدولة والمجتمع هذه مشكلة معروفة وصارت وحدة من المشاكل التي تهدد المجتمع بمشاكل كثيرة تراكم الطلاب في السوق دون ان يكون هناك توظيف دون ان يكون هناك تخطيط هذه مشكلة خطيرة وربما تكون بلا موقع تهدد المستقبل خرجوا الجامعات باتوا عرضة للإحباط اكثر من غيرهم وربما للاستقطاب في انشطة غير قانونية نظرا لتدهور الاوضاع الاقتصادية التي القت بظلالها على مختلف مناحي الحياة الطالب الذي يتخرج والطلاب العدد الكبير يتخرجوا في تخصص معين دون ان يكون هناك سوق عمل يحتضنهم دون سوق عمل معنى يقبلهم واستوعبهم هذولا يتحولوا اليش ماذا يتحولوا يعني يتحولوا للفراغ يتحولوا للبطالة وهذه البطالة تشكل خطر على المجتمع لانها في ظل هذه الاقواء في ظل هذه الاوضاع ممكن يستقطبوا لأي اعمال قد تكون خارقة عن القانون حياة ما بعد الجامعة باتت هي الاصعب بالنسبة لليمنيين فمؤهلاتهم الجامعية لم تعد سوى بداية لمعاناة طويلة لا تنتهي اهلا ومرحبا بك استاذ الكريم الاستاذ عبد الحكيم محمد صالح مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في محافظة عدن اهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء اذن نتحدث فيه عن مخرجات الجامعة وهل تجد استيعاب ووظائف هذه المخرجات في الوضع الراهن الآن وحتى من قبل بداية لو تحدثنا عن آلية عمل الخدمة المدنية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكم وبمناسبة طبعا قدوم كيدة الأضحى المبارك واتمنى طبعا لعدن خاصة وللبلاد عموما التحقيق الأمن والأمان ومزيد طبعا من التقدم على كل مستويات الاقتصادية والاجتماعية وعلى صعيد عملنا طبعا في الخدمة المدنية طبعا مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمعدن كان من المرافق الرائدة في تطبيع الأوضاع وعمل على مباشرة العمل منذ الوهلة الأولى لتحرير محافظة عدن وطبعا المكتب يطلع بدور كبير وفعال على مستوى الكثير من القضايا فيما يخص قضايا التوظيف وقضايا الأيور وقضايا التي تخص المركز المعلوماتي وبيانات الموظفين بشكل عام فبشكل طبعا عام المكتب يتحمل مسؤولية ما يربو على 120 ألف تقريبا 120 واحدة إدانية على مستوى محافظة عدن وفي حدود 50 ألف موظف حكومي ولدينا طبعا قاعدة بيانات خاصة بطالبي العمل التي طبعا تشكل هم من الهمومة التي يعاني منها مكتب الخدمة المدنية وأثناء طبعا الفترة السابقة طبعا لما تتحقق فرص كافية فيما يخص التوظيف وبإمكانكم طبعا لطرح أي أسئلة فيما يخص هذا فما أدري بنسبة الأسئلة اللحظة لماذا لا تتحقق يعني لم تتحقق فرص للتوظيف هل بسبب الحرب أم من قبل كان هناك أسباب أخرى لا طبعا الحرب أثرت تأثير كبير على مستوى طبعا البلد بشكل عام ليس على مستوى التوظيف أو الخدمة المدنية وإنما على مستوى كل أوضاع البلد عموما فالخدمة المدنية طبعا هي جزء من المنظومة جزء من منظومة البلد وبالتالي طبعا بتتأثر سواء بالسرب أو بالإيجاب بما يجري في البلاد غضية البطالة طبعا هذه هم دائم وغضية مفصلية وغضية تعاني منها كل الدول تقريبا يعني ليست بلادنا وحدها هي من تعاني من البطالة ولكن حتى الدول الأكثر تطور والدول المتقدمة كلها تعاني من مسألة البطالة ولكن يعني بنسبة مختلفة طبعا كلما كانت اقتصادية البلدان متطورة كلما كانت نسب البطالة فيها أقل وهكذا فبلادنا طبعا يعني لها خصوصية فيما يخص البطالة على اعتبار أنه أولا بلادنا هي من ضمن البلدان النامية التي طبعا معدلات البطالة فيها مرتفعة واقتصاد البلد طبعا هو اقتصاد يعني مشانه متدهور نعم يعني محدود واللي حاصل طبعا أنه يعني خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية أنه دائما طبعا التركيز هو على الغطاء الحكومي ثم مع الأسف أنه الدولة طبعا لا يمكن أن تستوعب كل مخرجات التعليم في إطار الوحدات الإدارية لماذا؟ لأنه أولا وحدات الإدارية هي تعاني من بطالة مغنعة كثير من الوحدات الإدارية يعني تعاني من تشبع وتكدس في حجم الموظفين متى كانت آخر دفعة يعني أخرجتها الخدمة المدنية كموظفين في عام كم؟ طبعا على مدى السنوات الفائتة كانت طبعا الخدمة المدنية تخرج النسب للتوظيف ولكن كانت النسب يعني محدودة جدا يعني على مدى يمكن عشر سنوات تقريبا ما قبل عام 2011 كانت النسبة التوظيف التي تعدى أربعة في المئة من حكم طالبي العمل يعني كان المرصود لمحافظة عذن يعني لا يزيد عن أربعمائة توظيفة سنويا يعني آخر من توظف مما نقيدو كان من عام 2011 لا في 2011 طبعا كانت النسبة العظمى للتوظيف فموقع بقرار طبعا صدير وتوظف تقريبا خمسين في المئة من مخرجات التعليم اللي كانت مقيدة عندنا فيعني تفصيلا طبعا توظفه يعني في حدود سبعة ألف وتسعمائة طالب عمل في عام 2011 طبعا هذه الطفرة اللي حدثت كانت لغاية البيانات للطالبين العمل في حدوث ستعشر ألف في 2011 فبالفضل التوظيف هذا الذي يتم في 2011 تقلصت إلى تقريبا ثماني ألف الآن وفقا لآخر إحصائت الآن وفقا طبعا قبل سبعة أو عشرية ووصلت الآن أرغام للطالبين العمل إلى ثلاثة وعشرين ألف طالب عمل هذا المقيدين في الخدمة المديني طبعا لأنه خلال السنوات اللاحقة 2010 بدخلت البلد فيئتون أزامات متلاحقة وبالتالي طبعا وهل تجدون أن هناك الآن إلى حد ما سوف يوظف كل هؤلاء الذين هم مقيدين في الخدمة المدنية أو حتى نصفهم يعني نصف العدد مثلا الإشكال الغامية عزيزتي أنه كل طالبين عمل مع الأسف عندهم نظرة تشاؤمية للتوظيف للغضاء الخاص وبالتالي كل التركيز دائما على الفرص للتوظيف الحكومي إلى درجة أنه حتى من اللي بوظفنهم في 2011 يعني بعضهم كان موظف في القطاع الخاص ويتقاضها راتب كبير في القطاع الخاص تصور يتنازل عن الوظيفة للغضاء الخاص وفضل أنه يتوظف في القطاع الحكومي براتب يعني محدود جدا ففي غلق من التوظيف في القطاع الخاص نعم هناك تنسيق بينكم وبين القطاع الخاص في هذه الأمور وفي أمور أخرى يعني أي تنسيقات بين الخدمة المدنية والتأمينات؟ طبعا بالنسبة لتنسيقات مع مكتب العمل وهو الغضاء الخاص يسجل هناك طلبات الاحتهاجات الغضاء الخاص يسجل في مكتب العمل الشيء اجتماعي فإذا في طلبات مثلا لأي شركات أو شيء هم يرتبون أمر هذا بالنسبة لنا طبعا فقط يقتصر التسيق على المخرجات أولا الدبلوم ومخرجات البكالاريوس وعلى التوظيف في القطاع الحكومي فقط هذه المفاضلة ما بين الأشخاص التي تقدموها بالتوظيف هل هناك مفاضلة معينة أو فقط على حسب الأقدمية في التزيير؟ لا طبعا هناك معايير نسميها معايير المفاضلة طبعا هذه بتم بشكل آلي في الكمبيوتر هذه المعايير طبعا لها علاقة بالمعدل التراكمي للخريج ولا علاقة بالأقدمية التخرج ولا علاقة بالأقدمية التسييل ماذا تعني بالمعدل التراكمي للخريج؟ المعدل التراكمي يعني الدرجة التي حصل على الخريج هذه تقسم على أربعة يعني لو المعدل حقوة ثمانين في المئة يقسم على أربعة يعني بيحصل على عشرين نقضة وهي تقريبا أكثر معايير مفاضلة يعني النسبة أكثر معايير مفاضلة النسبة هي المعدد التراكمي بيعتبر أنه لها علاقة بالكفاءة هذا المعايير الباقي طبعا لها نغاط أقل اللي هي أقدمية التخرج وأقدمية التسيير والشهادة العليا يعني مثلا إن شخص حصل على شهادة ماجستير أو دكتورة أو شخص آخر حصل على شهادة ثانوية أو مثلا بكالاريوس عفوا هل هناك مفاضلة أيضا في مراتب الشهادة؟ لا بالنسبة للمفاضلة طبعا في إطار كل تخصص المفاضلة مش في إطار طالبي العمل كامل المفاضلة عادة يعني يأتي عادة طبعا البلاغ في موازنة القوى الوظيفية يعني بحج معين مثلا الخدمة المدنية نخاطب الجهات الحكومية برفع خطط تخصص المرافق الحكومية ترفع عنها طبعا في فترة محددة خطة تخصص المطلوبة لشغل وظائف المعتمدة بموازنتهم المكتب الخدمة المدنية يعني يدخل آليا شجرة تخصصات أو خطة تخصصات المطلوبة من المرافق في الكمبيوتر ويفاضل في كل تخصص يعني أصحاب مثلا خريقي البكالاريوس المحاسبة يفاضلوا لحالهم خريقي البكالاريوس الإدارة يفاضلوا لحالهم الأطباء يفاضلوا لحالهم بحسب خطة تخصصات المرفعة من القهات عشان يكون أدل طبعا الانفاضة تكون عادلة يعني لازم يكون كل تخصص يفاضل بشكل مستقل عن تخصصات الأخرى نعم هل هناك مؤسسات حكومية غير تابعة لكم يعني هي آلية توظيفها مثلا غير تابعة على الخدمة المدنية والتأمينات أم أن أنتم كل المؤسسات الحكومية والإدارية تابعة الحكومة داخل عدن أنتم تخصصون فيها يفترض قانونا أن كل مرافق الدولة سواء جهاز حكومي أو مرافق مستغلة يفترض أن يتم إجراء توظيف كلها عبر الخدمة المدنية هذا قانونا ومشرع لكن اللي يتم مع الأسف في الفترات السابقة وخاصة المرافق التي لها مراكز كانت في الديوان في صنعة كانت تتمرد كثير على الشروط المفاطلة وعلى قوانين توظيف السائدة في الخدمة المدنية وكانت دائما ما تلقى المراكز ويتم توظيف كان مركزيا أما بقية المرافق مثل المرافق الجهاز الإداري المرافق السلطة المحلية هذه كانت عبر الخدمة المدنية وفق ما يرصد من الدرجات فقط كانت الدرجات التي ترصد محدودة جدا ولا تلبي يعني مستوى التدفق التعليمي السنويا وكانت تشكّل ما نشبته تقريبا 4% فقط من حكومة طالبة العمل قانون الإحلال الوظيفي أو البدائل لو تشرح لنا هذا القانون والألية التي تتمن فيها وهل لا يزال يعمل به؟ طبعا بالنسبة للإحلال هذه قانون الإحلال محظور وفق النص صريح في القانون الرغم 43 عام 2005 يعني نس قطعيا على حضرة التوظيف بالبدل ويعتبر هذا مخالفة يحاسب عليها لكن لكن الضرورات طبعا اقتضتها الضرورة طبعا وزياد حقم طالبة العمل تقريبا في عام 2009 صدر غرار من رئاسة الوزراء بفتح التوظيف بالإحلال وكان طبعا هذا الغرار موقعت تقريبا لمدة سنة تقريبا وتم التوظيف طبعا يعني هو عبارة عن بداء المتقاعدين الإحلال معنا هذا أنه ويستلم طب البديل يستلم راتب المتقاعد لا مش بشكل هذا يعني الأصل أنه يحال من بلغ أحد الأجلين يحال إلى التقاعد وترصد الدرجات حقهم في إطار موازنات الجهات بحسب الجهات حقهم وترصد وظائف للبداء للقدد بحيث أنه يعني مش لازم شخص يروح للتقاعد يعني يحل بداء للشخص مش لازم ولكن بحسب احتاج الجهات نفسها أيضا يعني قد يحالوا إلى التقاعد أشخاص مثلا أخصب يعني الأب يقوم بيعطاء وظيفته لابنه لا مش نفس الفكرة هذه مش نفس الفكرة أغلب الناس هذه الفكرة التي يحملونها مثلا أنه شخص مثلا إذا تقاعد أو هو على أباب قبل ما يتقاعد يعطي وظيفته لابنه لا مع الأشف هذا مفهوم خاطئ وقد عانينا منه كثيرا وفعلا لمسنا كثير من الإشكالات في هذا الباب الإحلال معناته أنه يعني كل الأشخاص المحارية التي تقاعد ترصد ومخصصاتهم في إدار الموازنات الجهات المحارية منها ويتم توظيف عبر الخدمة المدنية لشغل هذه الوظائف باعتبر أنها فرص يتنافس علىها الكل الكل بالتساوي أيضا فهمتك سنتحدث أستاذ الكريم عن الحرب والأثار التي خلفتها الآن على منظومة العمل أو طريقة سير العمل في الخدمة المدنية والتأمينات كيف أثرت الحرب بالتأكيد سلبا على العمل هنا أكيد طبعا الحرب أثرت بشكل بشكل طبعا مباشر على أداء مكتب الخدمة المدنية من حيث طبعا خلق على غيل في قاعدة البيانات بحيث أنه كثير من التسويات طبعا وكثير من القضايا التي يباشرها لمكتب الخدمة المدنية لم يتم تنفيذها إلى الآن ومكدسة طبعا في المكتب مالية عدن وكثير من الغضايا طبعا لا زالت أيضا معروضة على مكتب الخدمة المدنية لكن إن شاء الله طبعا في الأيام القادمة سنعمل على تدليل الكثير من الإشكالات ولدينا مشروع متكامل طبعا لدينا مشروع متكامل بالتحديث المركز المعلومات وتصميم برامج بديلة طبعا للبرامج التي كانت موجودة وأنا أتمنى طبعا من قيارة السلطة المحلية لدعمنا لأنه إن شاء الله سنترى عليها المشروع في الأيام الغادمة حتى طبعا نسهل العمل وحتى نعمل على نغل يعني وثيرة أدى مكتب الخدمة المدنية إلى الأفضل وإلى طبعا السعي إلى تقديم خدمات طبعا أفضل لجمهور المتابعين والوحدات الإدارية على مستوى محافظة عدن ختام الأستاذي ما هي الشروط التي تستلزم في الشخص لكي يأتي ويسجل في الخدمة المدنية طبعا الشروط معلوفة بالنسبة للطالب العمل أولا طبعا التسكيل المقتصر على خريي الدبلوم فما فوق يعني حد الأدنى الدبلوم سواء بعد الإعدادية أو بعد الثانوية الشروط طبعا أن طبعا أن يكون طبعا حاصل على البطاقة الشخصية طبعا وطبعا أن يكون لديه الوثائق المهل الدراسي وثائق طبعا معترفة محمدة طبق الأصل وفقط يقدمها في عدن يعني يجب أن يكون مواليد عدن؟ في الفترة السابقة طبعا كانت عدن مركز عام وكانوا يقيدوا من كل محافظة البلاد وللأسف طبعا عانى أبناء عدن من هذه الإشكالية كثير لأنه طبعا كان الباب مفتوح على مصراعين أقصد من الضالع من نياء من أبيان؟ كان الباب مفتوح لكل ضالب العمل يعني على مستوى المحافظات في عدن كمركز كانت يعني شوثا بأمانة العاصمة شوثا ببعض مراكز المحافظات فكانوا طالب العمل كلهم يتنافسوا على الوظافة المرسودة لعدن والتيها طبعا محدودة جدا لكن في الفترة الأخيرة طبعا السلطة المحلية في عدن ارتأت بلدنا لابد أن يكون طبعا مغيزين من أبناء عدن على أعتبر أنه فرص التوظيف اللي كانت ترصت كانت محدودة جدا وبالتالي من غير المنصف ومن غير العادل أن يتنافس الكل على أربعمائة درجة وظيفة تقريبا سنويا أستاذ عبد الحكيم محمد صالح مدير عام التأمينات والخدمة المدنية في عدن كنت معي في هذا اللقاء أشكرك جزيلا شكرا لكم لن تجد مخرجات الجامعة حاضنة وظيفية ما لم يتحسن اقتصاد البلد وتوجد بنية تحتية قوية ولو إلى حد ما مدينة حافظت على تراثها العربي في تناسق بديع نجد فيه المسجد بجوار الكنيسة مدينة صلاح الدين حكايتنا في هذه الحلقة صلاح الدين المدينة الهادئة المحاطة بشواطئ ممتدة وجبال ذات سخور بركانية وما بين البحر والجبل متسع لتأمل تاريخ أكبر بكثير من المدينة تستوقفنا محطات التاريخ لتخبرنا عن منطقة صلاح الدين وعلاقة بريطانيا بها وهذه إحدى ميزاتها بنايتها المتفردة بطابع بريطاني كلاسيكي تحمل بصمات كبار المهدسين البريطانيين الذين عاشوا في هذه المدينة واستقروا فيها بدايات القرن الماضي إبان فترة الاستعمار البريطاني لعدن التي انتدت من ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى سبتينيات القرن العشر سميت منطقة صلاح الدين باسم الغايد البطل صلاح الدين الأيوبي أيضا البريطانيين أعجبهم الموقع الاستراتيجي للمنطقة وقاموا ببناء قاعدة بريطانية داخل منطقة صلاح الدين تقع منطقة صلاح الدين إلى الغرب من محافظة عدن وتبعد عن مركز المحافظة بحوالي 29 كيلومتر وتتبع جغرافيا مديرية البريقة ويقطنها ما يربع على العشرين ألف نسمة يتوزعون بين أحيائها المختلفة إلى حقبة زمنية قريبة كانت صلاح الدين إحدى أهم المناطق الهامة في عدن التي تقصدها الوجوه لما تميزت به من هدوء وجغرافية تجعل منها منطقة محمية للضباط البريطانيين كما يوجد في المدينة العديد من الشواهد التي تدل على قدمها ومجدها العريق سواء في عهد الاحتلال البريطاني أو في عهد ما كانت تعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية غير أن البناء العشوائي شوه جمال المدينة ومنظرها الحضاري كانت المنطقة جميلة جداً منظمة مرتبة لكن نتيجة للعشوائي نتيجة للعبث نتيجة عدم المراقبة وعدم المحاسبة تم البناء العشوائي ضاعت الطرقات وضاعت الملامح للمنطقة فنتمنى من الجهات المختصة عمل لازم لإعادتها كما كانت سابقاً كان يحيط بالمدينة سور اسمنتي موصول بشباك حديدي أنشأه الإنجليز حيث لم يكن باستطاعة أحد الدخول إليها إلا من بوابتها الرئيسية حرصاً على سلامة سكانها مقبرة الإنجليز لا تزال شاهدة على البريطانيين الذين سكنوا المنطقة وتركوا أثراً في مظهرها وأبنيتها وشبكة مواصلاتها وأسواقها إلا أنها حافظت على تراثها العربي ولا غرابة أن تجد المساجد إلى جوار الكنائس في تأكيد حتمي على عمق التعايش الطويل بين المسلمين ومعتنقي ديانة المسيحية كانت لصلاح الدين حكاية نضال وقصة صمود في وجه ميليشيا الحوث والمخلوع الصالح بعد أن عجزت خلال العام 2015 عن اشتياح المنطقة التي تعد البواب الغربية لمدينة عدن وتحديداً لمديرية البريقة منطقة النفط والغاز رغم تعرضها للقصف بأكثر من مئة صاروخ وفقدانها أكثر من خمسين شهيداً وكأنها وجدت لتعيش رغم البناء العشوائي الذي شوه جمال المدينة ومنظرها الحضري تبقى صلاح الدين مدينة محاطة بجمال الطبيعة ومتميزة بطبيعة أهلها الطيبين العلم نور والجهر ظلام عبارة كبرنا وتعودنا على سماعها ومن وسط الظلام لا تزال اليمن واللادة للمخترعين والعلماء معنا اليوم المخترع فياض فيصل الكثيري في فقرة وجه المدينة أن تكون مخترعاً ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الصعب أيضاً كل ما تحتاجه رغبة قوية وخيال واسع وقدرة على الصبر والتحمل وإصرار على تحويل المستحيل إلى ممكن وهذا ما تحل به المخترع اليمني فياض فيصل بن طالب الكثيري البوليمر الذكي لقاءة الفكرة هو من استخلاص بوليمر طبيعي من المخلفات الزراعية فبحكم دراستي في ماليزيا كان المشاكل الذي يواقهه هي كيف التخلص من المخلفات الزراعية واستفاد منها وتحويلها من مصدر قلق للبيئة إلى مصدر مفيد للبيئة فأكثر الأشياء التي كانت منتشرة في ماليزيا هي النخيل فكانت هناك ثمار معينة يسموها هادي ثمار النخيل لما يستفيدوا منها فترمى وبالنهاية تتحصل على كميات كبيرة من الأطنان تقاس تقريباً بالعشرات ألاف من الأطنان وقد توصوا أحياناً إلى مليون طن في السنة فكيف يتخلصوا منها؟ لو حرقوها يتأثر إلى على أبيئة فقالت الفكرة أن الاستخلاص منه هذا البوليمر الطبيعي الذي من خصائصه يقوم بأشياء كثيرة اخترت أنا هذا البوليمر لخصائصه بمحافظة على الماء وتحمل درجة الحرارة وأستخدمته في تقنية سوائل الحق وجد فياض نفسه منذ سن مبكرة مندمجاً مع علم الكيميا وتفاعلاته ومن ثانوية النهضة بمديرية الشيخ عثمان تولدت رغبة في مجال العلوم فالتمس تخصصه في كلية التربية قسم الكيميا بجامعة عدن مبدئياً أنا درست الموحدة في عدن في الشيخ عثمان ومن ثم انتقلت إلى الثانوية أيضاً في الشيخ عثمان هي ثانوية النهضة ومن ثم التحق إلى قامة عدن لأدرس قسم الكيميا في كلية التربية كان اختياري لقسم الكيميا لأن أحبه أصلاً وليه هوايات فيه ومنذ الصار كنت أحب أخلط المواد مع بعضها البعض وأشوف إيش الناتق وأقوم أيضاً بعملية إعادة تقريب المواد أو الدراز المواد التقريبية أو الدروس التي كلنا أخذها في الثانوية في البيت فكان معي مواد بسيطة فيها فكان عشان أنتقل إلى القسم الكيميا لابد أن أنتقل إلى كلية العلوم لكن للأسف كلية العلوم مش موجودة في عدن موجودة في محافظات أخرى فاتجهت إلى كلية التربية لأدرس القسم الكيميا فيها رغم كل المعويقات الدراسية التي يعيشها الطالب الجامعي في اليمن إلا أن حب فياض للعلم والتخصص جعله دائم التفوق ومجداً في البحث العلمي بعد تخرجه من الجامعة عمل لمدة سبع سنوات في مجال الفحوصات الطبية غير أن طموحاته لم تنتهي عند الوظيفة بل امتدت إلى ما هو أبعد من الدراسات العليا بعد التخرج من الجامعة بخط البكالاريوس لكلية العلوم علوم كيميا لكلية التربية اشتغلت في معامل طبية مدة سبع سنوات في الفحوصات الطبية وإلى ذلك بعدها اتحقت في 2011 بماليزيا بقامة العيوم الماليزية لدراسة الماكستير فكان الدراسة عندي أكثر من خيار فاخترت دراسة الماكستير بالبحث لأنني أحب البحث والتقريب وأحب الاكتشافات غادر إلى ماليزيا باحثاً في مهمة علمية وعاد منها بعد أربعة أعوام مخترعاً بدرجة ماجستير خاض في غربته تجارب مخبرية في علم الكيمياء وأجرى على مدى عامين مئتي تجربة علمية وصولاً إلى اختراع ما يسمى بالبلومر الذكي الحمد لله البولومر الحمد لله البولومر أو المنتج هذا الطبيعي يعني ضليت فيه يعني توصل إليه بحوال تقريباً سنتين أو سنتين ونصر لأن توصلتي لهذا البولومر والله الحمد تحصل هذا المنتج على بلاء اختراع ومسجل في منظمة الوايبو لحقوق الملكية الفكرية أنا من سويسرا وشاركت فيه في كثير من المعارض الدولية منها معارض الكويت السنة اللي فاتت 2015 بنوغمبر واخد فيها الميدالية الذهبية ومن ثم أيضاً معارض في مصر اسمه معارض تخترع فاخد فيه بوها Special Award إضافة أيضاً نتيجة هذه الأبحاث التي قمت بها فهناك بعض المشاريع المستقبلية إن شاء الله تختص بهذا البولومر الواعد الذي أثبتت أيضاً استخدامات وكثيرة استخدامها في الطب استخدامها أيضاً في الزراعة استخدامها أيضاً في تنقية المياه المقاري وعدة تطبيقات وإن شاء الله لتطبيقات أخرى وفي إن شاء الله منتقات أخرى حسناً كشف عنها إن شاء الله لاحقاً يؤمن فياض كغيره من الباحثين بأهمية البحث العلمي في نهوض الأمم وتقدمها غير أنه يأسف كثيراً لهجرة العقول اليمنية وغياب مراكز الأبحاث العلمي والتطبيقي في بلد الإيمان والحكمة في الختام ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير ويبقى الخير دائماً في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة إلى اللقاء اشتركوا في القناة